ينضم إلينا من تونس فؤاد ثامر عضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس وبلبابا سالم الكاتب والمحلل السياسي أهلا بكما معنا في الحصة المغاربية في الحقيقة مرة أخرى سيد ثامر تقولون بأن رئيس الحزب نبيل القروية تعرض لمظلمة قانونية كيف ذلك؟ شكرا على الاستضافة طبعا اليوم أي متابع للشأن السياسي اليوم أو الشأن القضاء ومسار قضية سيد نبيل القروي لا يمكن أن يستنتج إلا أن ما يتعرض له هو نتيجة عمله السياسي وبالتالي وجوده داخل السجن اليوم هو بقرار سياسي وهذا يفسر من خلال كون السيد نبيل القروي بتقط الإداع التي أودع بها السجن مدتها ستة أشهر ولكن رغم انقضاء الستة أشهر وفواتهم بأربعة وعشرين يوم يعني ما زال السيد نبيل القروي داخل أسوار السجن بدون أي عنوان بدون أي بتقط إداع بدون أي تهمة بدون أي شيء لكن في المقابل سيد ثامر ما مصلحة القضاء من ارتكاب مخالفة إجرائية في قضية نبيل طبعا الواضح هناك وجود ضغوطات سياسية على هذا القاضي كي لا يطلق صراحة السيد نبيل القروي وهذا جلي وكما قلت لك اليوم القاضي يتعدى كل القوانين ويتعدى كل الأعراب هل هذا تشكيك باستقلالية القضاء التونسي؟ نعم هل نفهم من أنكم تشككون في استقلالية القضاء التونسي؟ طبعا نحن لا نشكك في استقلالية القضاء ولكن ما قام به هذا القاضي يعني هو استثنان وما قام به يعني جلي لكل يوم يعني لكل مواطن في العالم اليوم يعني نتعامل مع مواطن نتعامل مع إنسان يعني فلننسى أنه نبيل القروي اليوم يعني كيف لمواطن يودع بالسجن لمدة معينة فإذا به يتجاوز هذه المدة بأكثر من 20 يوم يعني ب24 يوم بدون أي إداء ولا أحد يحرك ساكن ولا أحد يتحدث على هذه المظلمة يعني في الحقيقة الوضعية بين اليوم واستمعتم إلى أراء المواطنين الكل اليوم يتحدثون على كونه هناك يعني سجن سياسي لسيد نبيل القروي وبالتالي يعني المعادلة السياسية هي التي تتحكم في بقاء السيد نبيل القروي داخل أسرار لنرى سيد بولبابا سالم يتفق معك أم لا قضية نبيل القروي سياسية أم جنائية أم ماذا بالضبط سيد بولبابا مساء الخير طبعا تحياتي لك ولكل المتابعي قناة الغد وتحياتي كذلك للسيد دائب فؤاد ثامر طبعا هنا قضية السيد نبيل القروي لا يمكن إلا أن تكون قضية سياسية وهذا في الحقيقة يعني لما يتوازى الزمن السياسي مع الزمن القضائي ولما نربط الأمور ببعضها البعض يعني تقريبا ما حصل في تونس خلال الفترة الماضية يؤكد بأن القضية سياسية لماذا صحيح أنا لا أتدخل في شغل القضاء ويعني التهم الموجهة له وما شبه ذلك هذا شأن قضائي وشأن طبعا المحامين وهيئة الدفاع لكن أتحدث عن ما حصل في الفترة الأخيرة في تونس فيما يتعلق بمسألة التسريبات يعني لما نتحدث عن نواب يعني من الحزام الموالي لرئيس الدولة خاصة نائب التيار الديمقراطي والنائب محمد عمار الذي يعني اشتهر منذ أشهر بقضية التسريبات هذه والتي طبعا نجد في هذه التسريبات نوع من المساومة مساومة نبيل القروي وحزبه قلب تونس إما أن يكون معنا عندما يكونوا معهم أو يعني يقبل بشروط اللعبة معهم فأنه ستتوى صفحته وربما سيتم التجاوز عنه ويطلق صراحه إلى غير ذلك في صفقة ما وإذا حزب قلب تونس ونوابه صوتوا لفائدة إسقاط مثلا الحكومة وإنجاز حكومة جديدة وما شبه ذلك فكل التهم ربما سيتم تجاوزها هنا يصبح الأمر هو نوع من الضغوطات والمزايدات والمساومات أساسا لكن السؤال سيد بولبابا عندما تصبح الأمر بهذا الشكل هل يكفي كل هذا لتدويل قضية نبيل القروي في الخارج خارج تونس أنا أعتقد أن مسألة التدويل التي يلوح بها حزب قلب تونس هي ورق الضغط أساسا أنا لا أتصور حتى النواب قلب تونس دائما لا يشككون في نزاهة القضاء التونسي ولكن مسألة التدويل هذه هي في إطار الضغط لأن القضية هي في النهاية السياسية وفي إطار الضغط السياسي ربما سواء الضغط على السلطة طبعا وعلى القضاء وعلى القضاء كذلك بالطبع وكذلك الضغط حتى ربما على رئيس الدولة هنا يعني التلويح بتدويل القضية هو أساسا من أجل ممارسة ومن الضغط دائما هنا يعني خاصة هنا لما تحدث عن تجاوز الأجال القانونية في الإيقاف التحفظي تصبح هنا المسألة السياسية بامتياز طيب واضح ووضحت أن تلويل السياسي في هذه القضية لكن اسمح لي أن أعود إلى سيدة فؤاد ثامر حتى أتبين إن كان تلويحهم بتدويل قضية نبيل القروي رئيس الحزب فقط لممارسة الضغط مثل ما يقول بولبابا أم أنكم جادون فعلا في هذا المسار إذا لم يفرج عن نبيل طبعا اليوم لا بد أن نستعمل كل أوراق الضغط ولا بد أن نستعمل كل المسائل والوسائل السلمية يعني لإنصاف الحق ولإنصاف السيد نبيل القروي لأنه اليوم نرى هذا الظلم الذي لا يمكن أن يقبله أي مواطن تونسي وبالتالي اليوم عندما نتحدث عن تدويل القضية الأكيد نحن جدون في هذا لكن تدويلها عند من مثلا سيد سامر تدويلها عند من طبعا عند كل المنظمات الدولية وكل المنظمات الحقوقية الدولية نعني سندعو كل نفس حقوقي في العالم إلى النظر إلى هذه المظلمة التي يتعرض لها سيد نبيل القروي لإنصافه وللوقوف معنا ومسندتنا في هذه المظلمة نحن بدأنا برسالة سنوجهها إلى السيد رئيس الجمهورية أولا وسنخاطب الجانب الإنساني فيه كيف له أن يسمح به هذه المظلمة على مواطن تونسي وهو رئيس كل التونسيين والتونسيات ثم إذا لم تكن هناك استجابة من طرف رئيس الجمهورية سنذهب إلى العالم سنذهب إلى كل المنظمات الحقوقية والدولية لكي ننتزع حقنا وننتزع حق السيد نبيل القروي في الدفاع عن نفسه وفي محاكمة عادلة لأن مطلبنا هو أن يكون يعني يحاكم بالعدل وأن يطبق عليه القانون دعني أسأل في الدقيقة الأخيرة هنا بعد إذنك السيد بولبابا التدويل هل يمكن أن ينجح فعلا؟ سيد بولبابا نعم السؤال التدويل هل يمكن أن ينجح؟ تدويل القضية هي تدويل القضية هي دائما كما قلتنا هذا يمارس في إطار الضغط السياسي هنا سواء على القضاء أو كذلك على رئاسة الجمهورية باعتبار أن هناك طبعا كما نعرف الخصومة السياسية بين الطرفين لا ننسى أن نبيل القروي كان المنافس الرئيسي للرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية في 2019 هل ينجح أم لا هذا الضغط السياسي؟ نعم هو يمكن أن ينجح هو للفت الانتباه هو أساسا كذلك لجعل هذه القضية هي قضية تصبح قضية تصبح قضية رأي عام لما يتم تصويرها بهذا الشكل وبالطبع هنا لما يكون الأمر بهذه الصورة يعني ضغط سياسي ضغط إعلامي مع محاولات تدويل القضية هنا أو التلويح بذلك ويعني يصبح هنا هذا الأمر وكأن يتحول هذا الأمر أنها قضية تصبح قضية سياسية ليس قضية قانونية أو قضائية وبالتالي أعتقد هنا أن هذا يمكن أن يثمر لأن تابعنا القضية الكثيرة لأننا سوابق في تونس أن كلما تم أصبحت قضية رأي عام هنا يتم طبعا التعامل معها إيجابيا وفي النهاية أتوقع قريبا أن يتم إطلاق سراع نبيل قريب كيف سوف تكون نتائج هذا الضغط في كل الأحوال شكرا لكم من تونس بولبابا سالم الكاتب والمحل الأسياسي ومن تونس أيضا فؤال ثامر عضو مجلس نواب الشعب عن حزب قلب تونس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر